تتوسع بوادر فراج أسمة الغذاء العالمية بتراجع الأسعار وارتفاع حجم تدفقات الحبوب الأوكرانية نحو الأسواق الإفريقية غير أن الصادرات الروسية لا تزال رهينة العقوبات الغربية التي منعت وصول السفن لأكبر مصدر للقمح في العالم قيود لوجستيكية ومالية لم تمنع موسكو من إبداء استعدادها لرفع حجم إمدادات الحبوب الموجهة لدول الشرق الأوسط بسبب المشاكل التي ظهرت مع التسويات المالية والتأمين على السفن الروسية انخفض حجم إمدادات القمح الروسي الموجهة لدول المنطقة لكن في الأوينة الأخيرة هناك اتجاه تساعدي ثابت في المؤشرات بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة الاستعداد الروسي لضخ المزيد من القمح في أسواق الشرق الأوسط سرعان ما قابلته موسكو بمجموعة من الشروط من شاكلة تقويم مستحقات صادراتها من الحبوب بالروبل أو العملات الوطنية لدول المنطقة بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية كان لابد من تعديل آليات التصدير ولا يزال بعضها قيد التشكيل العقوبات الأمريكية والأوروبية تفصل البنوكة الروسية عن نظام السويفت ووقف التحويلات المالية بالدولار واليورو وحضر دخول السفن الغربية إلى الموانئ الروسية كل هذه العوامل أدت إلى منع وصول الأسطول التجاري المحلي إلى البلدان الأوروبية الأمر الذي ساهم في تعقيد الخدمات اللوجستية وأدى إلى زيادة حادة في تكلفة الشحن الإجراء الذي تسعى موسكو إلى تعميمه عبر كل دول الشرق الأوسط سبقته روسيا بإطلاق مفاوضات متقدمة مع الإمارات للانتقال نحو نظام مير الروسي البديل للسويفت في تبادل المعلومات المالية كان علينا العمل بسرعة على وضع خطط بديلة للنقل واللوجستيات والاتفاق على قنوات وأشكال جديدة للتسويات المالية باستخدام عملات أخرى بما في ذلك الروبل التكيف السريع لتعاوننا الاقتصادي مع العالم العربي وفق الواقع الاقتصادي المتغير بما في ذلك الانتقال إلى التسويات المالية المتبادلة بالعملات الوطنية أو عملات بديلة بات أكثر من حتمي إن العمل النشط مع شركائنا في الشرق الأوسط في هذا الاتجاه جار بالفعل وبالطبع سيتوصل إلى استخدام نظام جديد لنقل المعلومات المالية يعتمد على النظام الروسي البديل للسويفت ما بين رغبة وشروط موسكو تترقب دول الشرق الأوسط تدفق إمدادات الحبوب الروسية من جديد التي شكلت على مدار عقود نحو 80% من حاجيات القوت الأول لشعوب المنطقة